كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تهدف لتحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي مع قبرص على رأسها التعاون في قطاع الطاقة وفي مشروع الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وأضف رئيس السيسي أنه اتفق مع نظره القبرصي على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة كما استعرض مختلف مسارة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين انطلاقا من حرسنا على تقويت شراكتنا التالية الثنائية فقد استعرضتم مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين واتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر أو التعاون في أتر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية فضلاً عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة